موسيقى مشاهدين الكرام سعد الله وقتكم بكل خير التاسع صباحا بتوقتي مكة المكرمة موجز الأخبار أهلا بكم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ألمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي عزاء ومواساه لفخامة الرئيس رودريغو دوتري رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الإعصار الذي ضرب عددا من المدن وسط بل جنوب ووسط الفلبين أقد أصحاب السمو المعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الوزاري الخليجي البريطاني برئاسة صاحب السمو ألمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية أمعالي وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس بالعاصمة البريطانية لندن واتفق الوزراء خلال الاجتماع على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية بين دول الخليج والمملكة المتحدة إضافة إلى العمل معا لتعزيز تمويل البنية التحتية في الدول النامية ورحب الوزراء بخطة العمل على زيادة التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار جنيه سترليني سنوية والمتوقع أن تبدأ المفاوضات حولها العام المقبل من جانب آخر عقد صاحب السمو ألمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية جلسة مباحثات رسمية مع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس واستعرض الجانبان أوجه الشراكة التاريخية بين المملكة والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون كافة بالإضافة إلى مناقشة نتائج الاجتماع الوزاري الخارجي البريطاني كما جرى خلال الاجتماع بحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم شرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عملية عسكرية محدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صدعاء بعد استخدامه للأغراض العسكرية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران واستغلال الميليشيا الحوثية للحماية الخاصة للمطار في إدارة وإطلاق العمليات العدائية والعابرة للحدود باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والمفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن وأوضح العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات القانونية لإسقاط الحماية عن بعض المواقع داخل المطار من القانون الدولي الإنساني العرفي وعليه تم تنفيذ العملية العسكرية لتحقيق الميزة العسكرية من الاستهداف كما اتخذت قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات والتدابير لحماية المدنيين والمتعلقة بالأعيان والتي يحق لها التمتع بحماية خاصة قبل التنفيذ من خلال إصدارها وتوجيهها لإندارات مسبقة وعبر وسائل مجدية حتى توزارة الصحة على أخذ الجرعة التنشيطية للتصدي لمتحورات فيروس كورونا سريعة الانتشار مشيرة إلى إمكانية تلقي الجرعة الثالثة بعد مرور ثلاثة أشهر من الجرعة الثانية هذا وتجاوز إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة 48 مليون و 464 ألف جرعة إذ بلغ عدد المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا أكثر من 22 مليون و 956 فيما بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 24 مليون و 885 ألف شخص من سكان المملكة فيما سجلت 146 إصابة جديدة بالفايروس و 99 حالة تعافي إضافة إلى حالة وفاة رحمهم الله هذا كل ما لدينا مشاهدين الكرام نشكر لكم كريم المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة